ضمن جلسته الأسبوعية الدورية والتي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس ناقش اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021-2023 والذي تناول جهود الإمارة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية والمهام المنجزة بالإضافة إلى الجهات المنفذة للأنشطة إضافة إلى تطور استفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث المحاور والمعايير ونقل الممارسات العالمية والتي بلغ عددها 114 ممارسة كما استعرض التقرير أيضا نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية الثانية والتي بلغت 99% حيث تشترط الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة لدعم معايير هذه المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن كما اطلع المجلس أيضا على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول قانون بشأن تأجير العقارات في الإمارة حيث وجه برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة استكمالا لدورته التشريعية اشتركوا في القناة